بسم الله ننتقل الآن إلى التحضير الرابع وهو التحضير الالديهايدات والكيتونات كيف راح نحضر الالديهايد والكيتون طبعا الالديهايد والكيتون هذول المركبين اللي بيحتوى على مجموعة الكاربونيل الكاربونيل وتعلمنا احنا في التفاعلات في الجدول اللي معنا لو ترجع للجدول راح تشوف انه الالديهايد يحضر باكسدة الكحول الاولي كحول اولي يجب ان يكون كحول اولي حتى احصل على الديهايد باستخدام عامل مؤكسد ضعيف البي سي سي هذا المركب الضعيف اللي بيخلي يصير عندي اكسدة لمرة واحدة طبعا الكحول بنكسده بنزع اتش تو بننزع هيدروجين منه هاي معنا اكسدة اما بيتفاعل المركب العضوي مع الاكسوجين او بنزع الهايدروجين الالديهايد بنأكسده يعني الالديهايد لما يتأكسد بنأكسده بيتفاعله مع الاكسوجين لكن الكحول تأكسد الكحول بنزع ذرتين هيدروجين من الكحول فاذا كان كحول اولي ونزعت منه ذرتين هيدروجين راح احصل على الديهايد الشرط ان يكون العامل المؤكسد ضعيف لانه لو كان العامل المؤكسد قوي راح يحصل عندي تأكسد تام ايش يعني تأكسد تام يعني الكحول بتأكسد باعطي الديهايد هذا لو استخدمت عامل مؤكسد قوي اللي هو K2CR2O7 دايكرومات البوتاسيوم لو استخدمت هذا العامل المؤكسد القوي معناته بدو يصول عندي اكسدة تامة اكسدة تامة بمعنى انه الكحول راح يتأكسد ويعطي الديهايد لكن عملية تأكسد ما راح تتوقف راح يستمر عندي كمان تأكسد الديهايد ورح يعطيني حمض كاربوكسيلي هذا تمام لكن اذا استخدمت عامل ضعيف مؤكسد ضعيف اللي هو البي سي سي هذا المركب راح يعمل تأكسد لمرة واحدة فقط وبالتالي احصل على الديهايد لكن الكيتون يحضر بأكسدة الكحول الثانوي تذكر كحول ثانوي يعني بدو انزع ذرتين هيدروجين من كحول ثانوي باستخدام عامل مؤكسد قوي اللي هو K2CR2O7 او عامل مؤكسد ضعيف بي سي سي ليش عامل مؤكسد قوي او عامل مؤكسد ضعيف عامل مؤكسد قوي لانه لما يتأكسد الكحول الثانوي باستخدام عامل مؤكسد قوي بنتج كيتون ليش ما يصير تأكسد ثاني تام لانه الكيتون لا يتأكسد فلما نحصل على كيتون مش هيحصل تأكسد ثاني فسواء استخدمنا عامل مؤكسد قوي او عامل مؤكسد ضعيف راح احصل على كيتون يعني المعادلة بقدر ان اعملكم ملخص سريع لها النوع كحول اولي كحول اولي تذكر كحول اولي لو عملنا له اكسد يعني نزعنا منه هايدروجين اكسد وبحط فوق السهم هون عامل مؤكسد الان العامل المؤكسد اذا وضعته عامل مؤكسد قوي زي K2CR207 الديكرومات هذا راح يعطيني الديهايد لكن التأكسد هان ما راح يتوقف ليش لانه هذا العامل المؤكسد راح يعطي راح ناخذ من الاكسوجين من الكحول ننزع منه ثنتين هايدروجين فيتحول لالديهايد لازال العامل المؤكسد موجود فرح يدف عندي كمان عملية تأكسد برضو بوجود الكي تو CR207 وطبعا هذا كله يجب ان يحدث في وسط حمضي في وسط حمضي راح يعطيني ايش حمض كاربوكسيلي بس اللي بدي اذكرك فيه انه الالديهايد لما نعمله اكسده معناته بننفعله مع الاكسوجين اما الكحول لما نعمله اكسده راح ننزع منه ذرتين هايدروجين هذا كلام حكيناه بس للتذكير فانا بالنسبة لي هذا التفاعل هذا التفاعل ما راح احصل منه على الديهايد فهو مرفوض هذا التفاعل مرفوض لا يعطيني الديهايد هذا راح يكمل الاكسده ويعطيني حمض كاربوكسيلي فبالتالي باشترط وجود العامل المؤكسد الضعيف يعني الكحول الاولي الكحول الاولي اذا اكسدناه باستخدام عامل مؤكسد ضعيف راح يعطيني الديهايد فقط عملية تأكسد لمرة واحدة هذا عملية التأكسد مرتين اللي هي اسمها الاكسده التامة اكسده تامة اذا هذا اللي بتلزمني على وبالتالي بنحكي الكحول الاولي بنحصل عليه من اكسده الديهايد نحصل عليه من اكسده الكحول الاولي باستخدام عامل مؤكسد ضعيف لكن الكيتون لما اجي بدي احصل على كيتون بروح باكسد كحول ثانوي باكسده اما باستخدام عامل مؤكسد قوي او عامل مؤكسد ضعيف احدهما يا اما هذا يا اما هذا لانه ايش راحصل منه على كيتون والكيتون لو اكسدت الكحول الثانوي باستخدام عامل مؤكسد قوي ما بحصل عندي كمان اكسده لان الكيتون ماله لا يتأكسد تمام السؤالين اللي معي السؤال الاول السؤال الثاني بيوضحولي كيف عملية التأكسد للكحول الاولي تعطيني الديهايد او عملية التأكسد للكحول الثانوي تعطيني كيتون بخطوة واحدة يعني هذا ابسط انواع التحضيرات الديهايد والكيتون ناخذ هذا المثال المباشر تطبيق حتى نستوعب المسألة وبعدين بناخذ كمان مسائل تحتاجة لأكثر من خطوة وتذكروا يا حبابي يا طلابي الله يرضى عليكم تذكروا انه التحضير كل اسئلة التحضير السابقة واللاحقة اللي بناخذها ممكن تكون خطوة ممكن تكون خطوتين ممكن ثلاث ممكن اربع ممكن خمسة ممكن ست خطوات احنا ما رح نبالغ وناخذ ستة وسبع خطوات وثمان خطوات في اكثر من هيك كمان لكن احنا رح ناخذ ضمن حدود المعقول او المطلوب مننا واللي يحتمل انه يكون سؤال الوزارة منه تمام بس المثالين هذول مثال تطبيق حتى نوضح الفكرة هاي وربما نكون شرحناها سابقا لما حكينا عن تفاعلات التأكسد والاختزال ممتاز جدا خلينا شوف السؤال الاول سؤال اول بقول بين بمعادلة كيميائية كيف يتم تحضير الايثانال من الايثانول هذا كحول هذا الديهايد خلينا اكتب صيغتهم الكيميائية صيغتهم البنائية اثنين ونشوف كيف ممكن نحصل على هذا الديهايد للتذكير الايثانال هذا الديهايد بدي احصل على الديهايد من الايثانول اللي هو كحول وطبعا هذا كحول من أي نوع كحول أولي هذا بشأن تطبيق المباشر حين حطينا هذا المثال والإيثانال صيغته البنائية إيثانال ذرتين CH3 CH هنا عندي الكربونيل O CH3 CHO وطبعا هذا الـ CH الكربونيل على يمينه H وحتى لو كانت على يساره H هذا بدل على أنه الديهايد والإيثانال اللي بدي أحضر منه خليني أكتب صيغته للمعادلة وتطبيق مباشر الإيثانال يعني CH3 CH2 OH هذا شو اسمه المركب اسمه إيثانال إيث ذرتين كربون اللي هو وجود الـ OH طيب كلامي مرتب وحلو إيش بدنا نعمله هذا الكحول حتى نحصل منه على إيثانال بنعمله أكسدة كيف بدي أعبر عن تفاعل الأكسدة باستخدام عامل مؤكسد ضعيف تذكر PCC مش هذا التفاعل هذا التفاعل بعطيني أكسدة تامة هذا ما بدي إياه بدي هذا التفاعل بوجود الـ PCC فبكتب عامل مساعد اللي هو وجود عامل مؤكسد ضعيف وهو الـ PCC إيش حيصير حننزع ذرتين هيدروجين بناخذ الهايدروجين اللي مع مجموعة الكحول وبنختار كمان هيدروجينة من الهايدروجينات اللي مرتبطة بذرة الكربون رح يتحول عندي المركب إلى CH3 CH وعلى طول بما أني أخذت هيدروجينة من هنا وهيدروجينة من هنا رح يتحول تحول الرابط الأحادي هذا إلى رابطة ثنائية مع بقاء الـ موجود وهذا المركب اسمه إيثانال هذا شو اسمه إيثانال وهو الديهايد بدلالة وجود الـ H مع ذرة الكربون طبعا في أن نتكمل للتفاعل اللي هو إيش H2 تمام هذا الكلام مهم جدا حلو الكلام طيب السؤال الثاني بيّن بمعادلة كيميائية كيف يتم تحضير البروبانون البروبانون هذا كيتون كيتون والكيتون البروبانون هذا صيغته إيش صيغته البنائية C-H3 ثلاث ذرات C-H رابطة ثنائية مع C هذا الكربون نحظة خلينا نسحة بس هاي هذي C رابطة ثنائية كربونيل مع C-H3 هذا اسمه كيتون وهو اسمه بروبانون ثلاث ذرات كربون كربونيل جاي في الوسط يعني محاط من الجهة هاي بي آر ومن الجهة هاي أيضا بي آر وهذه صيغة الكيتون آر أو آر ممتاز جدا تمام تمام طيب بدنا نحصل عنه من اثنين بروبانول هذا الاثنين بروبانول كحول وبما انه في عندي اثنين يعني الاثنين جاي على الذرة الثانية من البروبان فبالتالي بكون هذا كحول ثانوي اذا هذا كحول وثانوي وضعنا المعادلة هاي حتى نضعها لك التطبيق المباشر طيب خلينا نكتب الصيغة البنائية لهم هذا نكتب صيغة البنائية مباشرة على المعادلة فبصير عندي C-H3 C-H مع مجموعة الاثنين ثم C-H3 هذا اسمه كحول ثانوي بروبانول اثنين بروبانول طيب هذا كيف بنأكسده بوجود عامل مؤكسد سواء كان قوي او ضعيف يعني لو كان سكيت 2 CR207 او كان PCC طبعا انا بدي احط PCC حتى ابين انه احنا بمكان نستخدمه بالضعيف بالقوي برضو نفس النتيجة طيب خلينا نكتب الصيغة الصيغة الناتج بدنا نحذف H من الثنتين بنحذف هذا ال H اللي مع مجموعة ال O H وبنأخذ كمان حذف H من الهايدروجين اللي موجود مع الكربون اللي حامل الهايدروكسيد فبنتج عندي مثلا لافترض كان معنا مركب عضوي وبدو بدي احصل منه على الديهايد ورح يأخذ معي ثلاث خطوات ايش رح تكون الخطوة الثالثة خطوة الثالثة رح تكون اذا كنت بدي احصل على الديهايد الخطوة الثالثة رح تكون اني لازم يكون معي كحول اولي واكسده بوجود عامل مؤكسد ضعيف فرح احصل على الديهايد طيب لو كان معاي مركب عضوي ومطلوب مني احضر هذه الديهايد ومطلوب مني احضر كيتون ومحتاج ثلاث خطوات الخطوة الثالثة رح تكون انه يكون معي كحول ثانوي واكسده اما بعمل مؤكسد قوي او ضعيف حتى احصل منه على كيتون هذه الخطوة الاخيرة هذه الخطوة وهذه الخطوة هي الخطوتان الاخيرتان هما الخطوتان الاخيرتان للحصول اما على الديهايد واما على كيتون ورح تكون الخطوة الأخيرة تطبيق مثل المعادلة اللي إحنا شفناها خلينا ناخذ مثال يحتاج لأكثر من الخطوة ونشوف فعلا رح نحصل في النهاية على الخطوة الأخيرة إما على الخطوة رقم واحد أو الخطوة رقم الثنين حسب المطلوب الديهايد أو كيتون ننتقل إلى مثال جديد ننتقل للسؤال الثالث السؤال الثالث يقول بيّن بالمعادلات كيفية تحضير الإيثانال هذا الديهايد من إيش بدى حضروا هذا الإيثانال؟ من الإيثان هذا الإيثان الكان باستخدام اي مواد غير عضوية مناسبة على فكرة كلمة باستخدام اي مواد غير عضوية مناسبة اللي هي المواد اللي ممكن افاعلها مع المركب العضوي او العوامل المساعدة طيب ممتاز هذا التفاعل او هذا التحضير رح احتاج فيه اكثر من خطوة لانه انا ما عندي في تحضير الالديهايد ما عندي في تحضير الالديهايد خطوة بتحول الالكان الى الديهايد مباشرة فبالتالي بدي استدرج هذا المركب بعدة خطوات حتى اوصله الى الديهايد طيب انا مشان احصل على الديهايد بلزمني كحول اولي يعني بدي مني هذا الايثان انقله الى مرحلة افاعله اعمله تفاعل حتى احصل منه على شو على كحول اولي وعندها يسهل تحويل الكحول الاولي الى الديهايد لاني بعمله اكساده كيف بدي احصل على كحول اولي من الايثان وانا في تفاعلات اللي تعلمناها الكان ما الو غير تفاعل واحد اصلا ببدا فيه دايما اللي هو الاستبدال بوجود الضوء الاستبدال بوجود الضوء فبعمله استبدال مع اكس تو وبختار اي اكس ليش لاني بختار اي اكس لانه في النهاية راح اتخلص منه هذا ال اكس فلو استخدمت سي ال عادي لو استخدمت بي ار عادي ليش لاني في النهاية بدي احصل على الديهايد والالديهايد ما فيه هاليد او ما فيه هالوجين فانا اي هاليد بستخدمه هون او اي هالوجين راح استخدمه ما راح تفرق معي لاني في النهاية راح احذفه لاحظوا شو حكيت اما احذفه او استبدله بما اني راح احذفه او استبدله فبقول اكس ممكن تكون بي ار ممكن تكون سي الو هكذا الخطوات اللي راح اتبعها في في تحضير الالديهايد من الايثان أولا خليني أعمل تفاعل الإيثان الألكان اللي هو أنا وياكم بنعرف كيف نفاعله نعمل له استبدال هذا الخطوة رقم واحد بنعمل استبدال في الألكان بوجود الضوء مع X2 وبختار أحد التفاعلات أحد الهيلوجينات حتى أعمل معها تفاعل استبدال ببدأ بالإيثان CH3 CH3 زائد وليكن CL2 بوجود الضوء إيش رح يصير رح نستبدل واحد من الCL بواحد من الاتشات اللي هون فرح يصير عندي المركب CH3 CH2 وخليني أحط CL فوق لو حطيتها هون عادي وطبعا رح يزيد عندي أنا CL بس زي ما حكيت لكم وهذا بالتحضير ما بهمني يعني ممكن أكمل السلسلة بهذا الشكل يعني أكمل التفاعل هيك طيب هذا هاليد أولي الهاليد الأولي تعلمت أنا وياكو إنه له تفاعل استبدال وهذا التفاعل الثاني اللي بدي إياه إيش هو تفاعل الاستبدال بفاعله مع ال-K-O-H CH3 هذا مين اللي بدي أكتبه اللي هو الهاليد الأول اللي حصلت عليه من استبدال مع ال-X2 للالكان CH3 CH2 وهاليد اللي هو الكلور زائد أو خليني أكتب بدون زائد هيك مباشرة K-O-H بوجود الحرارة بالتسخين رح أحصل الآن على عملية استبدال بين مين ومين بين ال-OH مع ال-CL هذا إيش رح يصير بينهم استبدال طيب استبدالنا إيش رح ينتج عندي رح ينتج عندي هذا المركب CH3 CH2 بدل ال-CL بنحط O-H زائد طبعا رح يزيد عندي أنا ال-K-CL برضو هذا من الزوائد مش رح أحتاجه من المواد الزيادة ما احتاجهاش في التحضير محتاجها لما نحكي لأكمل التفاعلات التالية طيب بأخذ هذا الكحول الأولي هذا الخطوة رقم ثلاث بأخذ هذا الكحول الأولي أنا حصلت على كحول أولي هيك بما أني حصلت على كحول الأولي صارت المسألة بسيطة الآن إيش هي البسيطة؟ إني بعمله أكسدة أكسدة مع عامل مؤكسد ضعيف اللي هو ال-PCC فبيصير عندي CH3 CH3 CH2 OH باستخدام عامل مؤكسد ضعيف PCC وهذا ال-PCC إيش رح يعمل؟ رح نعمل أكسدة للكحول الأولي شو يعني أكسدة كحول الأولي؟ بانتزع من ذرتين هيدروجين من وين بأخذهم؟ بأخذ الهايدروجين اللي هنا وبأخذ هيدروجين من الثنتين اللي موجودات مع السيل اللي حاملة الهايدروكسيل وبصير التفاعل ناتجه CH3 CH انتبه وبحول الرابطة إلى رابطة ثنائية حتى أكمل أربع روابط لذرة الكربون وبكون أنا حصلت على مين؟ حصلت على ال-LDH اللي بديها هو ال-ETH وطبعا رح يزيد عندي إيش؟ H2 وهذا بكون على شكل غاز متصعد ممتاز جدا لاحظوا أنه أنا عملت ثلاث خطوات حتى أحصل على ال-LDH لكن الخطوة الأخيرة إيش كانت؟ كانت الخطوة الأخيرة اللي هي الخطوة الرئيسية اللي بحصل منها على ال-LDH بأكسدة الكحول الأولي بوجود عامل مؤكسي الضعيف فحصلت على ال-LDH خلينا أشوف كمان تفاعل جديد برضو يكون فيه إلو عدة خطوات ونشوف كيف رح نحصل على الكيتون من خلال عدة خطوات آخر خطوة فيه رح تكون استخدام عامل مؤكسي الضعيف أو قوي بأكسدة كحول شانوي ننتقل إلى مثال جديد خلينا نشوف الآن السؤال الرابع والسؤال الخامس السؤال الرابع استخدم بروبين بروبين يعني الكين وأي مواد هذا لبروبين اللي هو كم ذرة كربون فيه واحد اثنتين ثلاث إذن هو بروبين بروبين ليش ما كتب لي واحد بروبين بالمناسبة ليش ما كتب واحد لأنه رابط ثاني بعد واحد لو حطيتها الثنين هون بتصير واحد من الجهائي فبروبين بالذات ما بنكتب له واحد أو ثنين أو ما يعني ما يرفعنا فيه رقم ما فيه لزوم وأي مواد غير عضوية مناسبة بنذكر هذا المادد اللي ممكن أفاعلها مع المركب العضوي أو اللي هي العوامل المساعدة لتحضير ماذا؟ بروبانون إذن هون أنا بدي أحضر كيتون بروبانون يعني كيتون اللي صيغته البنائية هذه الصيغة ما في عندي في تحضير البروبانون في تحضير الكيتونات يعني ما في عندي أحضر من بروبين مباشرة إلى كيتون لازم أحصل على كحول ثانوي إذن أنا عندي هون أكثر من خطوة خطوة الأولى أني أحاول أحصل على كحول ثانوي من هذا الألكين ونذكر تفاعلات الألكينات الإضافة إضافة HX إلى الألكين بعطيني كحول إضافة عفوا إضافة H2O إضافة H2O إلى الألكين إذ ذكر الجدول ألكين زائد H2O بيعطيني كحول وأتذكر أني لازم أراعي قاعدة ماركو فينيكوف طيب إذن الخطوة الأولى أني واحد أني أحول هذا البروبين إلى كحول وتكون بإضافة ماذا؟ بإضافة الماء بكتب C H 3 C H برابطة ثنائية مع C H2 زائد إضافة H2O وطبعا هذا يحتاج إلى H مركز حمض الكبريتيك المركز بحتاج إلى حمض الكبريتيك المركز تمام الآن إضافة بكسر الرابطة الثنائية باي كسرها وبنكون رابطتي سيجمة والH2O ما هي أصلاً O H الآن بدي أضيف ال H إلى إحدى الروابط السيجمة هون والOH إلى الرابط السيجمة الثانية براع قاعدة ماركو فينيكوف ال H بضيفها إلى ذرة الكربون التي ترتبط بعدد أكبر من الهايدروجين هذه الكربونة معها ثنتين هذه الكربونة معها وحدة إذن ال H بتتيجي هون والOH بتتروح على الذرة الثانية شو رح يصير الناتج عندي كحول من أي أنواع الكحولات ثانوي أم أولي أم ثالثي بلاحظ إنه طلع معي CH3 CH انتبهوا هذه CH إيش أجاه إجاه ال OH خلينا نكتبها فوق OH وهذه CH الثاني طبعا الرابطة أحدية راحت الرابطة الثنائية كسرناها الرابطة الأحدية الآن صارت هنا مع CH أجاه كمان H صارت CH3 هذه إضافة تفاعل إضافة خلينا نكتبه هون تفاعل إضافة هذه إضافة تمام الخطوة الثانية إنه هذا الكحول حصلت على كحول ثانوي الآن بقدر من كحول ثانوي أحصل على كيتون الخطوة الثانية أني أعمل أكسده بعمل مؤكسد قوي أو ضعيف ما راح تفرق معي المهم أني أنا أكسد هذا الكحول الثانوي بيصير 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 CH3 وذرة الأتش الثانية اللي مع الكربونيلي حامل الأو بشكل رابطة ثنائية بيصير الناتج CH3 C هون كربونيل زاحت الأتش وبتكون عندي CH3 وهذا هو المطلوب طبعا راح يطلع عندي زائد H2 لكن أنا بكتفي بالمركب العضوي اللي أنا بدي أحضره فإن خطوتين لاحظوا الخطوة الأخيرة كانت الخطوة الرئيسية في الحصول على الكيتون اللي تعلمناها وأنا تركتم قدامكم حتى إنكم تشوفوها وتقارنوا النتاج اللي نحصل عليها في المعادلات الرئيسية اللي معناها السؤال الخامس برضو نعتبر من أسئلات المخططات هذا مخطط بدنا نكمل هذا المخطط بإيجاد الصيغة البنائية لكل من A و B واعطاني المركب الأول اللي موجود معي هون اللي هو إيش؟ ألكين من الرابط الثنائي هذا ألكين ألكين في رابط الثنائي يتكون من أربع ذرات كربون ميث إيثي بروبو بيوت إذن هذا بيوتين هذا بيوتين طيب شو بنعمل في هذا البيوتين؟ فعلية مع الـ H2O طبعا إضافة هذه إضافة بنعمل إضافة لمين؟ إضافة للـ H2O إلى الألكين إذن الألكين إذا أضيف له H2O في وسط حمضي هذا معناه إني راح أكسر الرابط الثنائية وكون رابطتين سيجمة وبعدين الـ H2O هذه أصلها H-O-H بوزعهم بحيث إني أراعي قاعدة ماركو فينيكوف بلاحظ إنه ذرة الكربون اللي هنا معها H ذرة الكربون اللي هنا معها H إذن هذا الكين متماثل ما راح تفرق معي وين راح أضيف الـ H والـ O-H بوزع الـ H هنا والـ O-H هنا فبنتج عندي مركب هاي صيغة اللي هو A لاحظوا أي صيغة المركب A C-H-3 نسخ بنسخ هذا المركب C-H-3 عندي C هاذ C بضيف لها إيش الـ H لاحظوا شو بتضيف لها الـ H C-H-2 صارت عندها الـ H C-H-2 كسرنا الرابط صارت الرابطة أحدية هاذي الـ C-H بنضيف لها إيش الـ O-H وبكمل مركب C-H-3 هذا المركب إيش نوعه كحول ثانوي من أربع ذرات كربون ميث إيث برو ببيوت إذن هذا بيوتانول بيوتانول جاي مع مع أي ذرة الـ H الـ O-H موجودة مع الذرة الثانية لو رتب عديت واحد اثنين ثلاث أربعة على الذرة الثانية إذن هذا سنين بيوتانول إذن هو كحول ثانوي الكحول الثانوي عمله أكسدة وجود الكي تو سي R2 أو سيفين على طول بفهمني هذا العامل المساعد هو مش عامل مساعد هو عامل مؤكسد هذا العامل المؤكسد القوي رح أكسد هذا الكحول الثانوي لو كان الكحول هذا أولي فالأكسدة رح تكون أكسدة تامة بوجود هذا العامل المؤكسد القوي يعني رح يصير في أكسدة تامة الأكسدة التامة تعني أن رح يصل هنا على حمد كاربوكسيلي لكن لأنه الكحول ثانوي بعرف إني رح أحصل على إيش بالأكسدة سواء كان معامل مواكسد قوي أو عامل مواكسد ضعيف بعرف إني رح أحصل على كيتون إيش يعني أكسدة كحول ثانوي نزع ذرتين هيدروجين بنزع هذه الذرة وبنزع هذه الذرة بتكون عندي المركب بي اللي رح تكون صيغته إيش سي هذا المركب بي سي أتش ثري زي ما هي سي أتش تو مثل ما هي سي انتبه رابطة ثنائية أو بدل السي راحت هاي الأتش وبتكون عندي سي وبكمل المركب بسي أتش ثري هذا المركب بي اللي هو كيتون والكيتون اللي هو اسمه ميث إيث برو ببيوت هذا بيوتانون والرابطة الثنائية توزد على الذرة الثانية اثنين بيوتانون هذا الكلام طبعا البيوتانون لو كانت الرابطة الثنائية هنا برضو راح يكون اثنين فهو اسمه بيوتانون يعني هذا الرقم اثنين لا يعنيني كثيرا طيب هذه الطريقة في التعامل مع المركبات العوامل المساعدة أو العوامل المؤكسدة بدلني المركبات غير العضوية المستخدمة زي الـ هون برضو بتهمني بعرف انا ايش نوع التفاعل اللي راح احصل عليه هيك بنكون اخذنا امثلة مناسبة نوعا ما لتحضير الـ هايدات والكيتونات ننتقل الى تحضير اخر